تحت رعاية سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام أقيم حفل ختام فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون التي جاءت تحت شعار رؤية إعلامية واحدة بحضور نخبة من الإعلاميين والفنانين وقد تم توزيع الجوائز على الفائزين من الإعلاميين في مصابقات المهرجان الخمس ضمن احتفال كبير أقيم في جامعة البحرين قبل أن يزدل الستار على فعالياته معلنا انتهاء دورته الرابعة عشرة وكعادته لم يبخل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في تكريم كل من أسهم في إخراج نسخته هذا بالشكل التي أريد لها أن تكون ولم يغفل في الإشارة إلى الأعمال الفنية التي استطاعت استمالتها رغبة كل مشاهد ومستمع خليجي كان أو عربي ليحق لها فيما بعد أخذ نصيبها من الذهب والفضة من الجوائز التي تكافئ الجهود التي بذلت في كل عمل على حدة هذا التأكيد وتعزيز عملية استدامة المهرجان وهميته لا شك القطاع الإعلامي قطاع ديناميكي قطاع حيوي شهد عديد المتغيرات وتطورات ولا شك مثل هذه الأنواع من المهرجانات هي تعزز فرصة اللقاء والاطلاع على تجارب جميع الدول وحتى ما تعلق بالمشاركات أو الأفكار الدولية وآخر ما وصلت الآن نشوف الشركات يترأسها يعني شباب عرفت فهم بحاجة إلى أنهم يصلون للفنانين أيضا فهذا السوق أو هذا المهرجان يعطي فرصة أنه يتعرف علينا وأيضا نحن نتعرف عليهم ونشوف شنو أفكارهم الليديدة شنو مخططاتهم الإنتاجية للمستقبل دائما أقول حك فريق العمل احنا نعمل للطفل علشان نقدم الأفضل النتائج إذا كانت إذا كنا نستحقها بنحصلها وهذه يدفعنا لتقديم المزيد هذه الحمد لله ثاني جائزة نحصلها على برنامج تواجدي اليوم وتحقيق هذه الجائزة عن الزملاء يعني شيء أفتخر فيه ومبسوط جدا بهذه الجائزة وإن شاء الله تكون فال حسن ومن تطوري إلى حسن هذا جهل جماعي ونتيجة الجهل الجماعي طبعا يحقق هذه النتيجة وإحنا فرحانين نحن شرافنا مملكة البحرين وتواجنا إذاعة القرآن الكريم من البحرين بجائزة ذهبية فتكون هناك ابتكارات أفضل في هذا البرنامج برنامج أبرك السعاد متميز بفضل الله سبحانه وتعالى والجميع يشعر بهذا الأمر سعيدة بهذا التكريم ويعني المهرجان كذا بأكمله هو تكريم لنا إحنا كلنا كفنانين علية التحكيم الإلكتروني التي استعان بها المهرجان زادت من حجم الشفافية والموضوعية في انتقاء الأعمال والبرامج الإذاعية والتلفزيونية التي أشير إلى تمييزها استنادا إلى جملة من المعايير الثابتة رأينا أن التحكيم الإلكتروني هو الصح في مكانه لأن كل واحد ما يعرف الثاني وين مكانه وفي أي جهة يكون موجود من خلاله تم تحكيم صح على هذا هو اعتمدنا التحكيم من خلال رؤيتنا للتقييمات الموجودة كلها اعتمدنا وقعنا إلى أن هذا هو الصح في مكانه المعايير الفنية المتكاملة من حيث الإضاءة واختير اللوكيشن والستوديو والمقدم والمعد أو الممثل مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون استطاع أن يجمع العديد من الإعلاميين والمفكرين والفنانين في مكان واحد وتمكن أيضا في أن يجعل من نفسه وجهة مثلى ومحطة يتم من خلالها الإشارة إلى تميز كل إنتاج إعلامي كان الهدف من إخراجه إثراء فكر المتلقي ومراعاة ما يشد انتباهه في كل نسخة من نسخ مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون يتحقق الهدف الذي تم وضعه بقالب إعلامي قالب عاين أهمية التأثير الإيجابي الذي من الواجب أن يحدثه المنتج الإعلامي المرئي والمسموع وحتى المقروه في نفسية المستهدف المتعطشي لكل ما هو جديد وهادف لتلفزيون البحرين محمد الشيدات